ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن هاتفياً دكتور وليد الخطيب أستاذ المايكرو بيولوجي والمناعة دكتور بداية أن أرحب بك في هذه الجولة من الآن إذا تحدثنا اليوم عن أهمية المطاعم واللقاحات في رد والتصدي للإصابة بفيروس كورونا من ناحية ومن ناحية أخرى في تقليل الأعراض في حال الإصابة بها إلى أي مدى تأتي أهمية أخذ اللقاحات في هذه المرحلة؟ طبعاً هو اللقاح ضد فيروس كورونا هو خط الدفاع الأول لتدريب الجهاز المناعي هناك تتفاوت طبعاً فعالية اللقاحات ولكن لا يوجد لقاح فعال بنسبة 200% ولكن أهمية اللقاحات حتى ولو كانت هناك نسبة بسيطة حتى مع اللقاحات الفعالة التي تصل لفعاليتها إلى 95% لأن حتى لو حدثت احتمالية للإصابة تقلل جداً حدة الأعراض وضرورة الوصول إلى مراحل إحجاج للتنفس الصناعي والرعاية المركزة وبالتالي تقل حدة الأعراض وتصبح من حالات حادة إلى حالات بسيطة أو قد تكون متوسطة وبالتالي اللقاح يؤدي إلى مكسب رئيسي جداً وهو منع بدرجة كبيرة حدوث الإصابة وإذا حدثت تكون الأعراض طفيفة أو محدودة نعم طيب دكتور وليد يعني بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال اليوم بدأت تعلن أنه يمكن التعامل بدون كمامات وحتى عدم احترام ربما ذات المسافات للتباعد الاجتماعي لكل من أخذوا اللقاحات إلى أي مدى أيضاً سيسهم أخذ اللقاحات وأخذ التطعيمات إلى عودة الحياة الطبيعية ربما تدريجياً مما لا شك في أن الساب المناعة المجتمعية عند وصول 70% من أفراد المجتمع إلى مناعة ضد فيروس كورونا المستدد ده حيؤدي إلى تقلص بعض الإجراءات الاحترازية لكن خلينا أقول لحضرتك حتى هذه اللحظة مازال على معظم دول العالم لم تتجاوز نسبة اللقاحات فيها أو الحصول على اللقاح أكثر من 10% بل هناك إحصائية عامة مثلاً في بعض القرارات قد تصل أقل من ذلك الحياة في النسب ومازالنا إحنا بنتكلم على أنه لابد بالرغم من حمليات تطعيم واسعة وشاملة وورود طبعاً من الأحداث الهامة جداً وصول بورود بالأمس أكثر من مليون وسبعمائة وستين ألف جرعة من اللقاح لمصر وده خبر الحياة وحدث هام جداً بيشير إلى مواصلة تدفق اللقاحات إلى مصر بناء على الاتفاقيات التي تمت مع جهات مختلفة منها برنامج كوفاكس والتحالف الدولي للقاحات لكن خلينا أقول لحديك إحنا ما زال معظم الدول العالم لا تستطيع أن تقدم على قطوة إيقاف الإجراءات الاحترازية أو لغاء التباعد الامتباعين والحياة الدولة المصرية اتخذت إجراءات مسبقاً قبل عيد الفطر المبارك لضبط حركة المواطنين ومنع التكدس والحياة حزمة من الناحية الصحية والاستراتيجية المناعية كتهمة جداً جداً اللي هي طبعاً ضبطت درجة كبيرة جداً حركة المواطنين وعدم حدوث ازدحام أو تكدس في قطرات الأعياد والاحتفالات الدينية نعم طيب دكتور وليد بالحديث كمان عن توقيت يعني وضع كل هذه القرارات والإجراءات لحماية المواطنين البعض يتحدث أن سيكون لها عظيم الأثر في انكسار هذه الموجة الموجة الثالثة وأن فترة الأعياد كانت ربما قد تود بي زيادة كبيرة جداً في أعداد الإصابات لو لا هذه القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها يعني خلينا أقول لحريك مما لا شك فيه أن الخطط الاستراتيجيات الشاملة اللي تضاعها الدولة بصورة استباقية الحياة لها دور يعني فعال جداً في ضبط يعني أو تخفيض حدة الموجة قبل الوصول إلى معدلات كبيرة من الإصابات حد مثال بسيط جداً يمكن ليس بعيد من أيام قليلة جداً وما زالت الحدث يجري في الهند وإصابات تزيد عن ربمائة ألف إصابة يومياً وفئات بالألاف دي كان جاءت بعد مهرجانات دينية واحتفالات دينية وبعض التجمعات السياسية الضخمة أدت إلى حدوث ذلك وبالتالي انتقلت الهند من حدثها في شهر يناير عن النصار على جائحة كورونا إلى حديث رئيس الوزراء أن الإصابة في الموجة الثالثة عصفة تهز البلاد وبالتالي حدث يعني ما أشار إليه بإعلام مصالح الوطن بعدم تصدير اللقاح فإذا نجد المتغيرات سريعة جداً جداً مع فيروس كورونا نظر للتطور بالحديث عن التطورات دكتور يعني وفي هذه النقطة تحديداً والذي أترتها وفي الهند وأنت متخصص في علم المايكروبيولوجيا الكثير من الأوساط الطبية تحدثت عن أن المتحور المتواجد في الهند يحمل الازدواجية أو يلقب بالمتحور المزدواج ما معنى هذا؟ السلالة الهندية المتحورة هي سلالة تصب بالسلالة المتحورة المزدواجة نتيجة حدوث طفرتين في هذه السلالة طفرة تؤدي إلى زيادة معدل انتشار وطفرة أخرى تؤدي إلى قدرة الفيروس على مراوعة الجهاز المناعي والقدرة على الهروب من الأجسام المضادة المكونة سابقاً للسلالة الأقدمة أو السلالة الأصلية وبالتالي تصبح هذه الطفرة خطيرة جداً وإحنا دائماً بنؤكد أنه كلما زادت معدل الإصابات كلما زادت احتمالية وقدرة الفيروس على التحور والتطور وبالتالي إحنا لا نريد أناصل إلى هذه المرحلة ودي يأتي من هنا جرورة التطعيم التطعيم فقط ليس على مستوى الفرد أهميته على مستوى الفرد لمنع الإصابة أو تخفيض حدة الإصابة عند حدوث ولكن على المستوى المجتمع والمستوى العالمي ده بيقلل جداً من احتماليات حدوث طفرات مثل هذه الطفرات الخطيرة والحياة الطفرة الهندية طفرة الرابعة طبق قبل كده 3 طفرات الطفرة البريطانية طفرة جنوب أفريقيا طفرة البرازيل الطفرة الرابعة دي هي طفرة خطيرة جداً طفرة الهند وسجلتها أكتر من 21 دولة حتى الآن حول العالم ووصولها وما فيش دولة الحقيقة دائماً بنقول أن الفيروسات والأمراض والميكروبات لا تحجبها حدود دولية ولا تحتاج إلى جوازات صفر لانتقال من دولة إلى دولة أخرى ولذلك يجب أن نكون جميعاً وجميع دول العالم على أقصة تامة وحرص واتخاذ الإجراءات الاحترازية وما زلنا في أشد الحجالي طيب دكتور وليد أنت تتحدث عن متحورة الهند يعني كما ذكرت أن طرأت عليها أو طرأ عليها تغيرين أحد هذين التغيرين هو تغير فيما يخص التصدي ربما للأجسام المضادة الذي والدها جهاز المناعي البشري إلى أي مدى أيضاً يمكن أن تؤثر هذه التغيرات التي طرأت في الهند على قدرة الفيروس على ربما التصدي للقاحات وهل هذا وارد؟ بالطبع والحياء حتى الآن أن موظم اللقاحات التقرير العلمية والتجارة المختبرية بتشير إلى أن اللقاحات مازالت فعالة ولكن تكرار حدوث التفرات قد يؤدي إلى الخفاض في فعالية اللقاح خلينا نؤكد هنا أن الخفاض الفعالية لا يعني إلغاء الفعالية بالكلية ولكن هي نقطة تحجم من قدرات فعالية اللقاح مثلاً 20% إذا خفضت بها 8% هذا لا يعني أنه اتلغت فعاليته ولكن خلينا نكون حذرين أن كلما تطورت السلالات كلما حدثت بعض الطائرات على سطح الفيروس منها البروتينات الشوكية على سبيل المثال اللي الأجسام المضادة السابقة التي تكونت قد لا تكون بنفس الفعالية تجاه السلالات الأحدث ولكن ما زال هناك الفعالية موجودة قد يكون هناك مع الوقت إصدارات مختلفة من اللقاحات تتم تغيير بناء على تغييرات الشفرة الوراسية التي تحدث في الفيروسات المتحورة بكتور وليد الخطيب سيدة مايكرو بيولوجي بشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات كنت معي مباشرة عبر الهاتف ترجمة نانسي قنقر